أنا لسه رجع ساعة خمسة تقريبا من العاصمة السعودية الرياض قبل ما اتجه للفاصل عايز بس اقول انه الرياض بلد او مدينة ما تحسش فيها بالغربة ابدا ما تحسش فيها ابدا بانه في غربة بالنسبة لك طول ما انت ماشي حتقابل مصريين طول ما انت ماشي حتقابل مواطنين سعوديين سعاداء بوجودك وسطهم انقل بقى المشاعر دي من شوارع العاصمة للقاعة اللي الواحد كان متشرف انه موجود فيها عنوان ذكريات هاني شنودة ذكريات هاني شنودة كانت بسيطة جدا جدا لكن عميقة جدا وجميلة جدا كانت ليلى لطيفة كان نفسي بعد مع الحضور اللي قاعدين في الحفل اللي بتنظمه طبعا الهيئة عامة للترفيه الاغاني كانت حلوة قوي لما بتروح تشتغل في حاجة زي كده بتبقى بعيد عن الجانب ما بتبقاش مبسوط قوي بتبقاش قاعد تسمع يعني يعني انا اكتر حاجة امبسطت بيها بصراحة بقولها يعني بصراحة لما طلعت قعدت في الجنب كده في حتة في الاستيج على المسرح مش حتى في الكواليس على الاستيج كده وبتديت اسمع الاغاني قبل كده قدت الواحد يقعد يحضر الكلمة هيقول ايه لانه انت هتقدر تتكلم ازاي عن محمد منير او عن عمر دياب او عن انغام او عن كل الفنانين اللي وقف معاهم ووراهم هاني شنودة هتكلم ازاي يعني هاني شنودة في الحقيقة انها كانت ليلة رائعة تنظيمها كان على مستوى ممكن تعمل حاجة مبهرجة كبيرة اوي بس دي كانت تنظيمها دافي جدا جدا وحميم جدا جدا هيئة الترفيه شكرا جزيلا انه انا كنت موجود معاهم السشارة توركي قال الشيخ صاحب هذه الفكرة صاحب فكرة التطوير المختلف انه يبقى عندك ذكريات ويبقى عندك تراث سواء مصري او سعودي التراث المصري او السعودي او التراث الثقافي والفني العربي غاني جدا كويس اوي انك تحضره وتعيد استحضاره ومهم اوي كمان انك تبقى مصمم على تطويره زي ما شفنا مثلا كايروكي وهما بيغنوا الشوارع حواديد فكنت انا شايف كايروكي وشايف الشوارع بقى اللي انا شفتها وجيه كايروكي مما شافهاش الاحتفاظ بالذكريات وضرورة التجديد والتطور اشتركوا في القناة